يوميا بقول لحضرتكم أن أهم وأخطر ملف هو الملف الاقتصادي واللي شاغل بال العالم كله بطبيعة الحال لكن عندنا في مصر كل المواطن العادي بتكلم في الاقتصاد بتكلم في الأسواق وفي الأسعار وفي الأزمة الاقتصادية وهنحلها إزاي وكل هذه الأمور والحكومة وإزاي شغالة على الملف انتقاد كل هذه الأمور لكن الحقيقة القصة مش بس أنك تتكلم على الحكومة وده طبعا ملفها الرئيسي وده لازم يكون شغلها لكن كلنا في مركب واحدة فالأحزاب والقوى السياسية مدعوة للمشاركة والإدلاء برأيها والحلول والعلاجات اللي هي شايفاها لحل الأزمة الاقتصادية وده هيحصل من خلال الحوار الوطني في مرحلته التانية واللي هيكون لها الأولوية زي ما وجه السيد الرئيس أن الملف الاقتصادي هو ده اللي نتكلم فيه طيب المفترض أن الأحزاب والقوى السياسية تبعد باقتراحتها ورؤاها لغاية يوم 11 فبراير إحنا إزاي مستعدين إزاي اشتغلنا على الملف ده إيه طبيعة الحلول اللي إحنا بنقترحها تحديات معروفة للكل لكن الأهم العلاج الأهم يكون فيه حلول واقعية عملية قابلة للتنفيذ النهاردة مع حضرتكم بنبدأ سلسلة من لقاءتنا حوار مجتمعي نفهم كمواطنين مع السادة طبعا السياسيين إزاي شايفين الملف ده وإزاي بيشتغلوا عليه بنرحب في البداية بسيادة النائبة مها عبد الناصر عدوا مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي أهلا وسهلا بيك سيدنا أهلا بحضرتك أستاذ باس العادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار أهلا وسهلا بحضرتك يا فرق أهلا بيك سيد النائبة صام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أهلا وسهلا بك سيد ناجي أهلا وسهلا اسمحولي أبتدي طبعا مع أستاذ مهام أستاذ مهام يعني كنا لسه بندردش القصة مش قصة مولا ومعارضة لكن إحنا كلنا مهتمين بالاقتصاد وإن إحنا نعدي من الأزمة دي على خير أولا من حيث المبدأ شايفة إزاي الحوار الوطني في مرحلته التانية يركز على الاقتصاد بوسي حضرتك خلينا نتكلم الأول على فكرة الحوار الوطني الفكرة من أول طبعا ما تم طرحها من سيد الرئيس وهي فكرة جيدة جدا وإحنا يعني تلقفناها بترحاب شديد وشاركنا في كل المحطات اللي كانت موجودة واللي كنا بنقدم فيها فعلا رؤى مختلفة وبنقدم حلول حاليا لما بنتكلم بنقول إن إحنا داخلين لمرحلة تانية وهنركز على الاقتصاد لازم نسأل الأول طب الطروحات اللي تقالت في المرحلة الأولى اتعمل بيها إيه لأنه فعليا نتقدم حلول هو إحنا يعني ما كناش قاعدين كل الوقت دوت ما بنتكلمش لأ إحنا تكلمنا قدمنا حلول قلنا مقترحات واضحة وقلنا حاجات محددة منها أصلا حاجات الحكومة كانت أهدت بها زي وثقة ملكية الدولة وتخرج مؤسسات الدولة من الاقتصاد علشان نبتدي نقدر نجيب استثمار خارجي يعني في حاجات أصلا تقالت وما تنفذتش بس مجلس الوزر أعلى عن خطة زمنية لتنفيذ التوصيات بصي هي الخطة اللي أعلنت ديت اللي هي على مدار ست سنين اللي لسه طالعة جديدة دي دي خطة يعني أنا شايفة أنها خطة نواية حسنا دي وثقة التوجهات الاقتصادية دي حاجة لكن مخرجات الحوار الوطني وتنفيذها ده كلام تاني تقالي مفيش خطة زمنية لا مفيش خطة زمنية واضحة مفيش حاجة بتقول أنه فعليا جهات الدولة هتتخرج من مؤسسات معينة أو أنشطة معينة في الاقتصاد فبالتالي يبقى في عدلة منافسة وتسمح أن الناس تدخل في المرحلة التانية من الحوار أول ما ندخل يعني أتمنى بس أنه يعني لو علينا الفكرة أنه إحنا تكلمنا فعلا وقلنا حلول وقدمنا حاجات واضحة إنها دي زي ما بيقوله روشدة ومشي إحنا بس يعني كان المنصق العامل المحور الاقتصادي كان دكتور رحمد جلال وطرح حاجات محددة وواضحة وطلع في التليفزيونيات وقدم أوراق يعني إحنا مش بنتكلم على حد واحد إحنا بنقول أنه في عقول اقتصادية كتير في البلد شايفين أنه في مخرج من الأزمة المهم أن الحكومة تسمع وتتبنى اللي بيتقى تمام دي نقطة النقطة التانية استكمال الملف الاقتصادي أنتوا نقشتوه في المرحلة الأول أشتغل عليه في المرحلة تانية وركز عليه بقى أكتر لأنه المتغيرات طبعا يعني الدنيا بغيرت يعني الدولار اللي بقى في السوء سوء ده ب70 جنيه ده ما كانش كده من سنة فهو في الآخر يعني أكيد الدنيا تغيرت وبقت فيه تحديات أكبر هتخلي الناس بتتكلم على ممكن يعني يبقى فيه تحركات أسرع وأقوى تتعامل في الفترة الجاية منها مثلا طبعا الملف اللي تكلمنا فيه اللي هو حكاية الديون وأنه يبقى فيه كلام على أنا باقي تسأل عن كده اللي تكلمت فيه حضراتكم أو عن الحزب المصر الديمقراطي ورقة العمل أو الرؤى أو التوسيات بتاعة المرحلة اللي فتت هي هي هتروحوا بيها المرحلة التانية أو التي حاجة منها هتتغير؟ مش هتتغير فيه حاجات هتزيد عليها فيه حاجات ممكن إن إحنا نتكلم فيها أكتر حيث اللي هو إحنا طول الوقت بنتكلم طبعا على سقف للإستدانة لكن غير كده كمان إحنا بنتكلم على مناقشة وجدولة الديون على أوقات أطول طب اسمحي لي بأرجع حالك في النقطة دي بالتفصيل إحنا بس يعني إيه بنشوف فكرة عامة أو من حيث المبدأ باقي نتكلم في تفاصيل الرؤية الاقتصادية أستاذ باس العادل برضو الحوار الوطني وإن إحنا نتكلم في الاقتصاد زي ما أستاذ ما هتكلمت يفرق المرحلة الأولى عن المرحلة التانية إحنا إزاي مستعدين؟ الحقيقة إحنا في كتلة الحوار يعني اشتركنا بكل جدية في المرحلة الأولى للحوار الوطني ويعني وشفنا فيه جزء من المخرجات تتقدم للسيد الرئيس ووعد إن هو زي قانون مكافحة تمييز الموضوع الخاص بالوساية الإشراف القضاء يعني فيه حاجات الحقيقة اتنفذ اتحركت لكن فيه حاجات الحقيقة ملاقناش أي جدوة لها بالذات الملف الاقتصادي برغم إنه كان أكتر ملف بيتكلم في تفاصيل والحقيقة كانت المناقشات فيه غاية في الروعة وكانت جيدة وكانت حية جدا ويعني وفيها صخب الحقيقة وطني كمان في الحلول ملاقناش خالص ده يعني اتحرك وده لدأب دايما فيه مسألة المسائل الاقتصادية يعني زي المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل برضو الحقيقة مخرجاته ما تنقشتش وما تفعلتش وانت دايما تحسي إنه لما بيبقى فيه كلام في الاقتصاد ويتم طرح تحس إنه طرح لشراء الوقت يعني تحسي الحكومة بتعمل طرح كده بتشتري بيه وقت بتهدي بيه الأمور بتشعر الناس إن هي بتشترك وبتقدم حلول لكن في النهاية احنا في حتة تانية وهم بيفكروا في حتة تانية والحلول رايحة في حتة تانية المسألة واضحة جدا احنا محتاجين حالا دولار بكسافة في البلد عشان نقدر نعوم ببساطة مستحيل أقدر أعوم والبلد ما فيهاش دولار السعر هيروح فين أكتر من كده المسألة فيها سقط المسألة محتاجة كمان يا أستاذة لبنى إجراءات أجرسيف أشد قوة المضع صعب جدا على فكرة وأنا هنا مع الدولة مش ضدها انت عارف حركة المصريين وقت الأزمة كلهم يلموا على بعض لا معارضة ولا مولادة في النهاية احنا حاجة واحدة وبنمر بأزمة واحدة بس إجراءات أشد قوة ايه في السوق ولا مع يعني في كل بص يا حضرتك احنا في لحظة وطنية خالص شبه لحظة الحروب كده احنا في لحظة شبه دي بالنسبة للسوق احنا في كتلة الحوار نادينا كتير بسبع تمن سلع يتم السيطرة وتحديد أسعارهم انا مؤمن باقتصاد السوق والاقتصاد الحر وكل حاجة لكن انا لازم اعدي المرحلة دي بناس بتاكل وتشغل على فكرة قعدت الدول الليبرالية جات في وقت وسبتت أسعار سلع هايقول لك انا عملت سبع سلع استراتيجية وبشوف الأسعار وبرائم ما فيش رقابة ما بيرقبوش لا انا هقول لحظرتك وجهة نظري احنا طرحنا ده قبل ما الحكومة تطرح طب يعني ده هاي كده من استجابك لده وفعلا ومسجل في الاعلام بس احنا قلنا انه الدولة تدفع الفرق قبلتك احنا عشنا على الدعم سنوات طويل يعني مش هيحصل حاجة لو حصل ست شهور كمان في ظرف صعب واستثنائي زي اللي احنا فيه ان الناس تلاقي رز تلاقي عيش تلاقي سكر يعني تلاقي الحاجات البسيطة جدا شوية بقليات انها هتاكلها دي مسألة السياسات الزراعية هل حصل فيها تطوير يعني احنا عملين فخورين جدا ان احنا بنصدر برطقان واول دولة في العالم بتصدر برطقان الناس مش هتتغدى برطقان برض يعني احنا محتاجين نعيد تفكيرنا في مسألة الاكتفاء الزاتي اني بقى انا بزرع حاجات بكلها النهاردة لازم بقى فيه اجراء الناس تشعر انه الحكومة دي حاسة بالناس وتاخد اجراء استثنائي احنا عادين عادي بنتكلم في اطرحات هنطرح هنبيع فنادق هنعمل هنسوي والناس مش حاسة وده مش قادر يأثر في السوق ولا يشد العجلة ولا التضخم التضخم عمال بتزيد والحكومة بتقول على فكرة يعني هي لما الحكومة تطرح شهادات ب27% وب23% لو هتقبضي شهري هي ما بتقولش ان فيه تضخم بتقول ان فيه تضخم ما هو ده علاجة تضخم المفترض واضح جدا ده حضرتك احنا سمعنا كمان انه لأ بعد الفايدة ما هتزيد فيه شهادات اعلى اعلى من كده هنعدت 30% طب انا 30% وانا عمال اقول اشجع للاستثمار ومين بيكسب في السنة 30% ولا 27% صاف يعني انتي الاجراء ده بتخديه وتوقف السوق حضرتك الناس لازم تقعد مع بعض احنا يامنا دينا بمجلس اعلى للاقتصاد ده وقته الناس تخطط عمر مكان عمر مكان يا استاذها لبناء انه الوزير يحط السياسات وينفزها هذه سلطة تنفيزي لازم البلد دي لها سياسات مرسومة لمدة 10 سنين ونحاسب الوزير على كفاءة هرجع لك في ليه عشان وثيقة التوجهات الاخصادية اللي اشتغل عليها مجلس الوزر وبترد انه هو بعت بعتها كمان للحوار الوطني فيه اشكالية يعني واضح حتى من الكلام ان احنا اللي هو احنا عملنا ده في المرحلة الاولى والكلام ما تنفتسش موافق على الطرح ده يا فاندي خلينا بس يعني هنعيد الكلام كده حضرتك يعني قصة الحوار الوطني النسخة الاولى منها فتختلف عن الحالات النسخة الاولى منها يعني السيد الرئيس المدعوى للحوار الوطني في افطار القصر المصرية قبل الماضي لم تكن الدولة مأزومة مكانش عندنا مشكلة ملحة او ضغطة موجودة وبناء عليه تم الدعوة لأ كان الجو يعني كانت نسب النبوعة كويسة كان سعر الفائدة كويس كانت نسب التضحن برضو الى حد ما كانت الامور الاقتصادية اه فيها بعض الامور بس كانت الامر فيه شبه استقرار ولكن السيد الرئيس المدعوى اليه كان يعني ترتيب اوليوات الدولة المصرية وكانت هذه الدعوة عشان كل اطياف الطف السياسي تقعد مع بعض وتتكلم مع بعض لان كانت دي يمكن دي كانت حلقة جديدة يعني احنا كاطياف سياسية يمكن ما كناش خدنا على كده ما كنش اه ماشي بلنا نتقل ونطلاق ونتناقش بس قصة ان احنا نقعد مع بعض ونتناقش ونشوف نساحات الخلاف والاتفاق بيننا ويبقى فيه حرق حتى داخل الاطراف السياسية وده مكسب ده كان مكسب كبير جدا 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 والحقيقة لابد ان احنا نقرر ان الحوار الوطني خلق يعني ايجابيات كتيرة جدا جدا وخلق حالة جديدة على المجتمع السياسي المصري وخلق نوع من انواع النجاحات الكبيرة وكان محل استقامل من السياسيين ومن السيد الرئيس ومن حتى الشعب دايما كان يقولك بس اخد من الكلام الاساسة الجدوى من الحوار هل احنا بنقعد نتكلم ولا الكلام اللي احنا بناخده دوان بيتنفذ يعني ليه مردود ولا لا الحكومة مقتنعة بتوجهها بشغلها واللي بتقوله ده ممكن يكون مش شايفين لا يعني انا برضو خلينا نكون منصفين اللي حصل في الحوار الوطني وفي مخرجات الحوار الوطني ويعني اه ماشي ما تنفس كل الامور اللي خرجت من الحوار الوطني بس كان فيه حاجات كتيرة جدا جدا تم تنفيذها تم احالتها ويمكن هو ده القليل اللي كانت موجودة داخل الحوار الوطني ان كل مخرجات الحوار الوطني سيتم عرضها على السيد الرئيس اتخاذ ما يراه فيه اللي محتاج تشريح هلروح للجاهة التشريعية اللي محتاج قرارات تنفيذها وفعلا اتخاذ قرارات كتيرة كانت بتدعو للتفاعل وبناء عليه بقى كانت الدعوة الجديدة يعني برضو احنا يمكن المحوار الاقتصادي كان موجود ضمن المحاول الاساسية دي للحوار النسخة الاولى المرة دي الوضع مختلف الحوار الوطني اللي دعا ليه السيد الرئيس واللي بدأ زي ما حدثك كده اشارتي انه بقى من لغات 11-12 هيبدأ يتتلقى طلبات السياسيين والاحزاب السياسية عن رؤاهم الاقتصادية الوضع المرة دي مختلف الوضع المرة دي احنا عندنا امور ضاغطة يمكن احنا الكلام في المحوار الاقتصادي في النسخة الاولى للحوار الوطني كان كله كلام عن سياسات عامة ما كانش فيه بعض التفاصيل اه تطرقنا لبعض التفاصيل ولكن الان احنا امام عضية او اتنين او تلاتة ملحين جدا على المجتمع المصري وعلى الاقتصاد المصري كلنا بنخل من التضخم العلاقة الفجوة كبيرة ما بين سعر الدولاري في السوق والسوداء وفي البنوك كلنا بنقول السيطرة على الغلاء دي قضايا قضايا ملحة جدا جدا وبالتالي وبالتالي كانت دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني لمناقشة هذا الملف ويمكن يبقى فيه تخصص بزيادة ويبقى فيه محدودية في القضايا المطروح عليه الوضع مختلف كمان ان الحوار الوطني المرضي سبقوا مؤتمر اقتصادي سبقوا حوار الوطني ناقش قضايا عامة ونقش توجهات من الاحزاب ورؤى من الاحزاب واوراق من الحزاب قدمت الى هذا الحوار انا زي ما حددتك اشارتي ورقة أو وصيقة السياسات للحكومة كل ده هنروح به للحوار الوطني الاقتصادي مسيفر انك انت مش عايز عنوين وعايز حاجات طويلة او بعيدة المدى او حتى متوسطة انت عايز حاجة دلوقتي حالة حل دلوقتي الكل مشارك في ذلك يعني ولا من مصرحة الحكومة ولا من مصرحة المشاركين ولا من مصرحة الشعب ان يتم تسويف هذا الامر الكل مقدر الحكومة نفسها مقدرة لمدى خطورة الوضع اللي احنا فيه ومدى الازمة اللي احنا فيها الاقتصادية ومدى المعاناة اللي بيوجهه الاقتصاد المصري وبتوجهه اهلنا السياسيين المشاركين في الحوار لن يسمحوا بذلك او اعضاء الحوار لن يسمحوا بان يبقى فيه تسويف زي ما حضرتك اشارته وزي ما الضيوف اشاره ان حضرتك ان يمكن من نقطة الاولى اللي هتبقى نقطة احنا مش هنناقش شخص احنا هنناقش ازاي لنفس اللي احنا هنتطفق عليه وخاصة ان احنا رايحين ورايحين بأوراقه وبسياسات وبأفكار اه ماشي هيتم تنقح هيتم تعدانها المهم هو رايحين بايه احنا دا يهمنا انها تكون حاجات عملية وما تكونش بس واش رسيس طبعا ناجي شهابي مش توجهات سياسية او انا خلفية ايه لكن حاجة مبنية على مدرسة اقتصادية او خبراء مختصين في الملاغ دا اللي بقول حداك الوضع اختصار ان احنا رايحين بايه رايحين بوصيقة سياسات للسجلال اللي عمالها حكومة رايحين بمقتل اقتصادي رايحين بقضايا تم من مقشيتها في النسخة الاولى الحوارات رايحين بقضايا ملحة على الجميع ضغطها على الجميع لابد ان نتوصل فيها لحلول واقعية عملية للخروج من هذه الاسرة ايه رأى حداك اساس ناجي يعني هو الحوار في الملحة الاولى قد الهدف منه انه كان اكبر تمهيد للانتخابات الرئاسية هو الحوار الحوار وكان حرك الحاجة سياسية الامام يعني وهذا الزخم اللي شكناه في الحاجة في الانتخابات الرئاسية كان يعني اللي حققه هو هذا الزخم اللي حصى في الحوار الوطني فكان يعني تمهيد اكثر من رائع واد واد جدوى واعتقد ان واد اللي خل الرئيس يضع لحوار اقتصادي الحوار الوطني في مرحلة الاولى كان صريح جدا نشعزنا في حزب الجيل شاريت في 111 قضية برؤية في 111 قضية وتحدثنا واكثر المتحدثين كان كوادر حزب الجيل في كل قدارة مختلفة ورؤى كاسيم اللي احنا قلناها ترعت في المخرجات وكاسيم من قاداتنا دخلوا في اللجانة الخاصة اللي كان بتعد التوصيات بس الاسف الشديد لم يجد طريق الى التنفيذ زي ما قال الزمال اعلى حتى قرارات المجلس اعلى للستثمار لم تنفذ اللي طلعوها وبالتالي الحكومة عندنا ما بتنفس حتى هما لو كانوا نسمع للرئيس هي التوصيات انعكست في قرارات المجلس اعلى للستثمار تمام؟ والقرارات دي نفسها ما تنفذتش فالتنفيذ مسؤولية الحكوم الحكومة ما بتنفسش ليه؟ ما ده السؤال نسأل الحكومة نسأل الحكومة الحكومة نسأل الحكومة الحكومة قراراتها رئيس الجمهورية يعني ليها قوة كبيرة جدا ده برئاسة الرئيس اكتر من كده تفدسنا الرئيس من سنتين اتنين لو كان اخذوا كلامه كنا مكناش وزيلا وصلنا دي الازمة رئيس يما داع اللي تطلقين الصناعة وتحويل مصر الى مصنع عالمي وتعميك الصناعة دي الحكومة لو تحولتها مباشرة من سنتين كنا عندنا انتاج يحققنا الاكتفاء الزاتي وكان اللي يقبل على الدولار بقى ضعيف جدا وكنا عملنا المعدة وعندنا سعر واحد وسعر رسمي حتى ما قراره الرئيس وعلنه في تصريحات عديدة لم يترجم حكوميا في قرارات تنفيذية وعلشان كده احنا داخلين الحوار المراضي المراضيات وعندنا رؤية متكملة محتاجين نتاخذ ما يؤكدنا ان الحكومة قادرة انها تنفذ انا محتاج وزارة الاقتصاد لم يمكن ابدا في هذه الازمة ما عنديش وزارة الاقتصاد من اللي يمكن ابدا في هذه الازمة مكنش عندي وزارة استثمار وديك التوصيات فرضو في المحل وانا برضو في هذه الازمة ليه ما يبقاش عندي وزارة المشروعات الصغيرة ومتوسطة تنتب كل متخلات الانتاج ومسلزمات الانتاج لحي المساورة ده من الخارج عايزين حلول ليه ما نستخدمش لو ما نستخدمش وفي سطرة حكمية على السوق وحاسبنا وانتوا رايحين بقى الحوار هنحاسب ونسائل الحكومة لا احنا نقدم اكتراحات محدلة برؤة تفصيلية بنطالب الرئيس اللي يجب الحكومة بيها تمام أو الحكومة الجديدة اللي أنا عايز اللي أنا عايز أقوله المسألة ما الصعبة المسألة للخلص للنواية وعندنا إرادة إرادة صلبة وقوية نستطيع أن احنا ننقذ بلدنا من الأزمة اللي فيها تمام بعد الفاصل خلنا نرجع لحضراتكم ونكمل نقاشنا ويعني يمكن هنطرح بقى فكرة وثيقة التوجهات الاغصادية الخاصة بالحكومة هل لها محل من الإعراب في الحوار الوطني ولا لا بعد الفاصل رحب حضراتكم معنا مرة عن الأزمة الاغصادية إزاي الأحزاب وقوية السياسية هتناقش الملف ده إزاي شايف طبيعة الحلول والعلاج المختلف في الحوار الوطني في مرحلته التانية عن المرحلة الأولى بنكمل نقاشنا مع حضراتكم طبعا ومع السادة الأفاضل وخليني أبتدي طبعا بعد عدد الترحيب بالجميع سيدة النائبة مها عبد الناصر حالك قلتلي يعني تقريبا العنوين واحدة بس الأمور اتطورت فبتلي ده هيستدعي يعني نقاط تانية مختلفة أو أكثر تفصيلا أو حتمية الوقت دلوقتي وتحقيقها لو فعنوين كده أو نقط سيدة النائبة من إيه ورقة العامة اللي احنا مقدمنا يعني من أول الحاجات اللي كلمنا فيها مهمة جدا فكرة إن إحنا لازم نعيد جدولة الديون جزء كبير جدا من ارتفاع الدولار سببه إنه إحنا علينا قصات كبيرة جدا للديون سواء خدمة الدين أو قصة الدين نفسه بتتدفع بالدولار في أصلا مبادرة دول أفريقية عاملاها لإعادة جدولة الديون مصر ما نضمت لهاش فإحنا من الحاجات اللي قلناها قبل كده وهنقولها تاني إن دي من الحاجات المهمة جدا اللي المفروض يبقى فيه وفدة عالي رفيع المستوى ويتفاوض مع الدائنين على إعادة جدولة الديون علشان نخف اللوت شوية على احتياجنا للدولار في تسجيل الديون فسعر الصرف أنا أعمل في إيه سعر الصرف سعر الصرف داك ما هو لازم يبقى فيه دولار ما هو هو ده اللي أنا بقوله إنه محتاجين ما ماشي هنشيل العبق من علينا في موضوع الدولار شوية ما شلنا العبق شوية يبقى هنوفر وفر الدولار شوية بالإضافة للأطروحات اللي بتعملها الدولة ما هو ما قدمناش حل تاني دلوقتي غير إنه هو يتعامل تخارج يبقى فيه استثمار خارجي يدخل للدولة بأي صورة من الصور بحيث إنه يبقى عندنا هو موجود بس أنت عايزة أسرع بقى أسرع ويبقى واضح يعني يبقى واضح ويبقى فيه شوية شفافية بس في اللي بتعمل يعني فكرة إنه هو يبقى فيه دايما إشعات وفيه ده ده بيتباع وده بيتعمل ومحدش فهم حاجة ومحدش عارف إيه اللي بيحصل تمام ده بيعمل بيعمل بلبلة على فكرة في السوق أكتر يعني بيخلي الناس تخاف أكتر ولو الناس فقدت الثقة بيروحوا يحولوا فلوسهم لدولار ودهب وده بيزود الأزمة فبنفضل ماشيين في نفس الحلقة المفرغة دي تاني حاجة بس دي طبعا مش هتبقى حاجة يعني على المدى القصير اللي هو لازم الصناعة والتصدير ما قدمناش حل تاني تامي وتقالت ألف مرة إنه بدل ما بنصدر الحاجات خام يتعمل عليها عملية صغيرة قوي يعني بدل ما تطلعي البرتقان بس لا لو اتعصر وتبع نكتر بيضدر الثمن وفتناشر فيعني واتح الساس باس هو طبعا الموضوع طويل يعني بس خلينا نقول نبازات إحنا الحقيقة بصين قوي لمسألة مبادلة الديون طبعا إيقاف الاستدانة للأغراض اللي هي مش ضرورية مسألة مبادلة الديون مسألة مهمة لأن الديون هتفضل ضغطة على الاقتصاد طول الوقت مبادلة الديون بمعنى إنك تبادليها بإنتاج بمحاصيل بصناعة فيبقى أنت مش مضطرة أن أنت تدفعي دولار من الحصيلة الدولارية أنا كده ولها سقطها ولها جدولها لكن هبدلها بمنتجات أو بشيء من عندي تيم الاتفاق عليه ده الاقتراح الأولاني الاقتراح الثاني مسألة اسقطها مسألة مهمة جدا يعني دول أفريقيا والدول اللي تضررت من الاحتلال ومن الحروب من الكورونا من التلويس الصناعي أو التلويس الصناعي الرهيب اللي عملته دول العالم المتقدمة من نهب سروطنا ومعادلنا كل الدول دي لازم تتكاتف وتتحالف دلوقتي وإحنا كتلة الحوار كتحالف سياسي إحنا بنشتغل على بناء تحالفات وممكن تكون دولية بالطالب العالم وإحنا بنطالب الإدارة المصرية لها تشتغل عندنا روابط أفريقية عندنا روابط عربية عندنا روابط في آسيا في دول كتيرة تضررت من دول العالم اللي هي بتديننا دلوقتي ده هي هي عملت كل فخرها وكل مجدها من سروطنا إذن إحنا بنضررين من قناة السويس دلوقتي من اللي بيحصل في البحل أحمر نفترض أني فيه فاتورة مش أحدة لنتفعها طبعا فده برضو نضغط مسألة التحول حضرتك للزراعة المجدية أنا عايز أزرع قمح عايز أزرع رز أنا حضرتك انت شايف الموز عامل إيه في مصر الموز على فكرة محافظ على سعره ومنتشر جدا أنا بقول لحالك فيه حاجة بتحصل في السوق الزراعي في مصر الناس بتروح تاخد من الناس الأراضي وتزرع الموز والموز ده بياخد مية أكتر من رز اللي إحنا لغينا عشانها زراعة الرز طب إيه السر؟ فيه سر فيه يعني حاجة بقى زي غسيل أموال أو حاجة فيه فلوس كتيرة جدا بتتحط في الموز وفي زراعة الموز حضرتك شمعنا السر ده البصل بقى بكام يعني البصل يغلى كده والموز لأ فمسألة الفرصة البديلة اللي بيقولوها الاقتصاديين في لحظة لازم تقف لما أنا مش هاكل أنا مهمنيش أجيب دولار أنا لازم أتوجه لزراعة اللي أنا باكله الأول مسألة حضرتك الصناعة وتوطين الصناعة لازم أدور على السلع اللي أنا بستهلك فيها دولار كتير جدا عشان أجيبها وهي مش أساسية لازم أشتغل عليها وهيدروجين الأخضر وكل الحاجات اللي هي فيها تكنولوجيا اللي البلد خطت لها وأنا معها جدا اللي عملته الدولة وأنها يعني فكرة مبتكرة دي فكرة مهمة جدا مفاعلة نوع ولازم نصرع فيه لأنه فيه فيه مسألة الكهرباء اللي جاية منه عشان الطاقة والدولار حاجات كتير تمام ست النقابة صام هلا في نقط بارتو طيب في نقط سريعة خالدين بس أنا عاوز أفرق ما بي أن الحوار الوطني في نسخته الأولى والحوار الوطني في نسخته دعا السيد الرسالي الحوار الوطني في النسخته الأولى ممكن يكون بيحطنا تصورات وحلول لمسائل بعيدة المدى الحوار الوطني اللي دعا عليه الحالي السيد الرئيس يمكن ده احنا أمام قضايا ملحة وقضايا حالية ضغطها على المواطن المصري وضغطها على الاقتصاد المصري فاحنا قاعدين بقى حلول عجلة فمحتاجين حلول عجلة وعملية المسألة يعني مش مقبول ولا الشعب هي تقبل منا ان احنا نقول له أمال انتوا في حزب مستقبل وطن الورقة اللي هتقدموها المرة دي غير اه بالتأكيد ليه بقى انت حضرتك الورقة اللي احنا طرحناها في الأول كانت كلها في سياسات عامة وفي حلول لمشاكل لأن كانت المشاكل الاقتصادية اللي اتضغطها الآن ما كانتش ظاهرة بالخوة اللي ظاهرة بها الآن يعني المسألة المعاناة اللي كانت فيه معاناة للمواطنين المصريين من طبعا السياسات الاسرح الاقتصادي ومن الأحوال الاقتصادية وخلينا نقول يعني برضو ما أصحنا اللي احنا فيه ده فيه جزء منه خارجي وفيه جزء منه وإحنا مشاركين يعني فيه عوامل كتيرة سعادت على ظهور الأزمة الاقتصادية بالمظرر اللي هي موجودة فيها فبالتالي احنا ما نقعد الوقت في حوار وطني أو السيد الرئيس ده لهذا الحوار عشانه عشان احنا عندنا كلام قناه وسياسات طرحناها ورؤى طرحناها فيه نوسخة الأولى فيه زي ما احنا بقى متقبلين أو رفضين أو طالبين لتعديل وصيقة السياسات الاستراتيجية اللي أضعتها كتانا ترحت السؤال قبل الفاصل دي هلنقشة هنبص على بالتأكيد هي محالة للحوار يعني هي من ضمن المحالة للحوار هذه الوسيقة رأينا فيها رأينا فيها رأينا فيها رفضين أو عاوزين تعديلات فيها بس برضو من ضمن أوراق المناقشة لأنها بتحط حاجات حتى لو رفضين نعترض ونقول بالتأكيد هو ليه هو ليه حالة للحوار الوطني لأنها هي مش ملزمة هو أن السيد الرئيس أو مجلس أو الحكومة جيت توجهات في 6 سنين الحكومة عرضها للحوار ممكن نرفضها ما احنا في النهاية قابلناها يبقى خلاص يبدأ التنفيذ به رفضناها يبقى خلاص الحكومة ملزمة برفض لأنها يقول لنا عندنا يقين وثقة ومحل هذه الثقة أن الدعم للحوار الوطني والرأي للحوار الوطني سيد الرئيس فبالتالي احنا ثقاتنا كبيرة في أن دائما أبدا مخرجات الحوار الوطني على الرغم من البعض بيقول أن مش كل ما طالع من الحوار الوطني لم تنفيذه لا هو أغلبية المخرجات بتاع الحوار الوطني تم التوجيب التنفيذه ولكن في بعض المسائل آه مش الحكومة تلكأت بعض الوقت في تنفيذ بعض السياسات أو بعض المخرجات الوحوار الوطني ولكن المراضي تحديدا ما عندنش رفعية الوقت ايه زي ما حضرتك بتقولي كده المراضي بزاك ليه لأن احنا عاديين زي ما بقوله كده احنا عاديين في موضوع بعينه احنا مش عاديين بالناخش كل الحوار الوطني في نسخة الأولى كان فيه أكتر من محوى عندما حوى الاقتصاد ومحوى السياسي ومحوى المجتمع لا المراضي اختصاد بس وانا في تأديري كمان مش اختصاد بس لا ده في اختصاد في قضايا ملحة زي الديون زي ما حضرتكم اتفقتم ده يمكن الديون برضو ده عامل يعني ده من ضمن المسببات اللي احنا فيه لكن لا ده أنا عندي لازم اناقش في النسخة الحالية تفاصيل التفاصيل وكيفية السيطرة على الأسعار وكيفية توفير الدولار وكيفية السيطرة على الفجوة اللي موجودة ما بين السعر الرسم وما بين السعر اللي في سوق يعني فيه قضايا ملحة جدا مما ما بيئة القضايا اللي هي بتصلح بقى من شأن الاقتصاد فجأة عام ممكن يبقى مجالها الحوار بنسخته الأولى او يمتد الحوار ولكن احنا امام النسخة الحالية للحوار الوطني الاقتصادي لابد ان الجامعة وده معلش رسالتي لحزبنا كحزب مستوى بالوطن وكل الأحزاب السياسية ان احنا ننتهز هذه الفرصة ونكون واقعين يعني احنا مش عاديين عشان نحط أمال وطموحات لا احنا حطين عاديين على نحط مشاكل نحط حلول لمشاكل واقعية نحط حلول عملية مش حلول ما ينبغى أن يكون لا ما ينبغى أن يكون كلنا عارفينه وإحنا للأسف الشديد برضو دي برضو لابد ان احنا من الكلامنا يبقى للإعلام معلش اسمحيلي يا أستاذة لبنى لان احنا خلال اليوم اللي فاتت او الليمون اللي فاتت شوفنا مجرد ان خبر ايجابي بيطلع بيخفض لسعر الدولار بالعشر والجنيه والاثناشر فاحنا برضو نحاول ان الاعلام يكون مساعد للمجتمع السياسي المصري ان احنا نكون ايجابيين في طرح مشاكلنا وفي طرح وتوصيف مشاكلنا احنا كالسياسين المسألة اهوة ماشا احنا عارفين ان احنا اي حد عندما تتحدث الي وتقول له تحدث في مشكلة هنقعد نتحدث لأيام كثيرة وعندما تتحدث الي وتقول لي طب حطي لي خلول لهذه المشاكل هتلاقي الجميع مش جميع فالمفروض ان احنا كلنا لا لازم نكون جاهزين جاهزين ومذاكرين ومذاكرين ومحضرين ونقول حاجة صحيح ونقول حاجات لا وحاجات تكون وقع وواقعية قابلة للتنفيذ كلمة الاخيرة عند حداكو استاذ ناجد بداية ان انا عندي كلام محدد في سياسات تقدت الى هذا الوضع نعالج هذه السياسات يعني التعويم سبب رئيسي فيما وصلنا اليه نقف في طوعية نقف في التعامل مع صندوق النقل الدولي نزبط السوق نمنع المضاربة في السوق السوداء وكوة القانون كلها عملية غارج القانون ننفذ القانون والسعر الموجود في الرسمي ده سعر المبالغ فيه بالنسبة للجنيه ومع ذلك نحتفظ به نحوز عليه لحد ما نعمل نحل الفجوة بين الانتاج والاستراض من حقيقة الاكتفاث ذاتي نبدأ على الفور في تحقيق الاكتفاث ذاتي يعني في مسائل محتاجة ان احنا ننفذها على طول على الفور في مسائل الحكومة لو نفذتها تسرع بنا في هذه المسائل السؤال كل المنتجات المحلية ليه زيادة اسعارها ضعافة اسعارها لو فيه سطر على السوق وعلى فكرة احنا مش مجتمع وفرة يعني نظرية الاتفاقية اتفاقية الدجارة الحرة ونظرية الدجارة الحرة من نفذتها عندنا لدائم على التنافس ما تناشى تنافس عندنا مجتمع احتكاري بيتحكم عاشر اتناشا الاف السوق المصري فهنا السوق وبالتالي هذا الموضوع ما يفعش عندي ما يفعش عندي ما يفعش بردنا ان انا سيب السوق دعوة يعمل دعوة يمر والسوق صح نفسه ما يفعش عندي لان احنا مجتمع وفرة ينفع هناك في الغرب انا مجتمع وفرة وبالتالي انه يبقى عندي ازمة ممكن تعصف بالبلاد ان احنا نتدخل بشكل حاسم وهذا نتدخل بشكل حاسم انافس القانون بس يعني هل معقول ان الرغيف حاليا يبقى الامتين بثلاثة جنيه مين هو هذا الكلام وهل في الاسعار المتفاوطة من هذا الشكل يعني نتمنى نسمع حضراتكم في الحوار الوطني زي ما اتفقنا يبقى حاجات عملية قابلة للتنفيذ كلنا عارفين التحديات كلنا عارفين المشاكل لكن نطلع منها ازاي ونحلها ازاي ده لازم نكون وزي نقال الفطورة الاستراضية دولارية صحيح انا عندي المستدامات الانتاج واخدها مساحة كبيرة ثم انا انتجي عندي هل معقول انه عشان شاب يعمل مصنع ويستورد الخط الانتاج عشان هو ينتج مكان اللي بيستورده يقولك بقى هينفع الارض 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 عالية سعرها عالية وبعدين الكهربا عشان دخله الكهربا عايزة خمس مليون جنيه هل معقول هذا الكلام ساز ناجي شهابي عايزين بس كل العقبات امام الصناع المصريين الصغار اذا ملأت ساد ناجي شهابي رئيس حزب الجيل سيادة النائبة سام هلال الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن سيادة النائبة مع عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي طبعا مش مهندس بس العادل المؤسس ورئيس كتلة الحوار شدفتونا ونورتونا هنسمع حضراتكم وانتبعكم في الحوار الوطني مع بداية جلساته في المرحلة التانية واحنا بدورنا هنا في الحياة اليوم وهتلقي كل وسائل الاعلام في الوقت الحالي ده ملفنا وده اهتمامنا زي الشارع المصري حضراتكم جميعا كلنا عايزين نفهم ايه الرؤية هنطلع ازاي الازمة اقتصادية ازاي هتم التعامل معاها الاحزاب والقوة سياسية هتشارك ازاي في الحوار الوطني وازاي يكون فيه مخرجات عملية قابلة للتنفيذ ستطلعنا من الازمة اللي احنا فيها فان شاء الله في الفترة اللي جاي كمان هنسمع باقي الاحزاب والممثلين ليهم مع حضراتكم بشكركم شكرا جزيلا شكرا 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 شكرا